أعلن برنامج السكني بشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص نماء عن إطلاق مبادرة القروض السكنية للعسكريين التي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال المبادرة تشمل العسكريين في الخدمة من منسوب وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بالرياض أن هذه المبادرة تأتي إنفاذا للأمر الملكي بتخصيص مبلغ 21 مليار ريال للعسكريين في الخدمة تقديرا من القيادة لجنود البواسل داعيا العسكريين في القطاعات كافة إلى سرعة التسجيل أو تحديث البيانات في وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية